السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوة إخواتاتي داري لبسر لكم بخير هاني ينكركم سياني نتمنىكم قاعدة تكونوا بخير وعلى خير فيما كنتوا تشاهدوا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو ديالي وما جيت إن شاء الله غدي نتقسم معكم واحد الوصفة اللي كتجي أكتر من رائعة غدي نتقسم معكم من حرشة بطريقة مختلفة مادق اللي رائع جدا غدي نالوا إعجابكم إن شاء الله لجربتوهم وفقط بحبة ديال القيام فبعلكم أخوتي غير تتبعوا مع الفيديو من الوحدة للأخير بشوفوا معي جميع المراحل اللي يلهم وقبل ما نبديو الفيديو ديانك فينا العادة ما ننسوا الصالة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين ما تنسونيش أخوتي من اللي لايك ومتعرقون بزوينة اللي كتفرحني وكتحفزني بطبيعي الحال وندوزن ألطريقة والمكونات مع بعدينا فبسم الله على بركة الله في واحد اللي بول نوضع فيه نصف كيلو ديال السميدة عندما عندي هنا نصف كيلو ديال السميدة ديال الحرشة منتوسطها مشي السميدة الغلايضة وماشي السميدة الرقيقة هنا غضي نضيف 8 جرام ديال الخميرات الحالويات واحد الكيس ديال الخميرة حتى اللي كان عندكم ديال 7 جرام مشي مشكل ضيفه يعني 1 جرام ما راه ما كانش فرق بيناته من بعد ايضا غضي نضيف شاصي بالنكهة ديال الفاني كهات تسعطي واحد الماضق وواحد النكوه على بزاف هذا الفاني ضروري اختمي تستعمل اليات الشاصي هادا من بعد كنضيف رشة ديال الملح اللي كتبقى على حسب الضوء وملعقة ممسوحة من سكر سنيدة او سكر حبيبت معلقة كبيرة ممسوحة من السكر كيف ما لحتوه اللي ممكن انكم تعوضوها من علقة ملع اسل ومعالى حسب اللي متوفر من بعد كنخلط ديال النواشف مع بعض ونضيف 4 كاس ديزويتا نباتية اللي هي زيت العادية تقريب ما 4 عادية اللي معالق كبار ديال الزيت كنحاول انه ندخل ديال الزيت حتى كتلبس ديال الساميد كله بدك ديال الزيت حتى يصبح لنا الشكل دياله مرمل على هات الشكل هيدا عندما حتى كي تلبس كله بدك ديال الزيت وكترمل ديال الساميد ديالنا من بعد هنا خضيت بيضاء واحدة طربتها في هذه السلافة ومن بعد غدا نضيفها على ديال الساميدة ايضا كنحاول انني نحرك حتى كتلبس ايضا ديال الساميدة ديال البيضاء اللي وضعنا ومن بعد هناك كما كتلاحظوا غدي ناخد جوش كؤوس من الحليب اللي كيكون عادي درجة المطبخ بالنسبة للكاس عبروه بكاس ديال العلبة وبهات الكاس ديال الرايب را ما كنشي فرق بيناسهم يعني انتم ماجوش كيسان من الحليب اللي ممكن انكم ضيفوا كاس من الماء وكاس من الحليب يعني كاس ديال الماء وكاس ديال الحليب سوف نحرك نليح ديال الحليب مع الساميدة فقط برؤوس الاصابع كيف مما كتلاحظوا معيها في الصورة على هات الشكل بحال اللي كان خدموه بشي فوي يعني بخلط يداوي حتى كتنساجم ديال الساميد مع الحليب اللي وضعنا ديال الحليب اللي من بعد كنخلي الخالط ديالي واحد لمدة ما بين 5 حتى العشرة دقايق حتى كتشرب ديال السميدة وكتصبح له الشكل ضروري ما تخليوها تشرب كما ديال خمسة حتى العشرة ديال الدقايق صفيه كننخد هنا واحد الكويرة على هات الشكل كنضيرها فيدي ومن بعد غادي ندوزو إن شاء الله باش غادي نطيبوهم كننخد هنا مقيلة كنضع فيها واحد الكيميه ديال السيت صفيه كننخد داقل القريصات ديال السميدة نضيف الزيت في هذه الطريقة نضيفه حتى يتحمره بالجهة اللي لتحت نضيفه في النار نضيفه على نار طوصة لا يكون نار عالية بثافة و لا يشربون الزيت يجربون وعرين وعرين بثافة يجربونه على ضمان تيجي و يحمقوا في المادق المادق مختلف تماما على الحرشة العادية سوف نضيفه بنفس الطريقة نضيفه 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 يأخذو لي ذاك الشكل الدائريا كامل الوجه صافي ونأخذو محتى كيتحمرو كينحيد ذاك الكيميا وكيندير كيميا اخرى بنفس الطريق راح في الساعة كيتحضروا ما كيخدوش مدة طويلة ممكن انكم تحضرهم الفطور او القوتي فكيجيو خاطيرين في المادق وقولوا لي شكون فيكم اللي قديرهم حيث بغيمو تيجيو خاطيرين جدا في المادق ديرهم والمادق ديرهم مختلف تماما على الحرشة كيف المسبق واذكرت معاكم صافي كنبقى نأخذ كويرا هكا ما بنيدي كنوضعها في المقلات يعني في الزيت وكنحاول نقدها بذك الملعاق من بعد ما كنكمل كيميا كولها هي هديك فما كتلاحظو راح ما شاء الله كتخرج كيميا اللي زوينا كيما قديركم فقط بنصف كيلو من السميدة كتعطينا هاد الكيميا هدي فكتخرجوا واحد الكيميا اللي زوينا ما شاء الله كما كتلاحظو فكيكون هادو الشكل النهائي ديرهم من بعد ما كيتحضروا وكيطيبوا فكيوجدوا فرمشة تعين ما كيخدوش مدة طويلة فطهي ديرهم في الساعة كيتحضروا نتمنى اخواتي انكم تجربوهم وتبطع ديها حيث فغيمو كيجيوا رائعين وكيستحقوا تجريبا كيما قدلكوا الماضي قديرهم مختلف تماما على الماضي قدير الحرشة فكيجيوا ورائعين جدا ها كمعوشي كويس دي لاتاين وداشي كويس دي القهوة كيجيوا خاطيرين صراحاته فاخوت اخواتي سيلي كتول اول مرة كتشادوا الفيديو لكتشادوا القناة كنقلكم مرحبا بيكم في قناتي وقناتيكم معلكم غتشتركوا فيها وتغلوا الجرس باش بقوا توصلوا ومكل ما هو جديد لا تبقلوش علي بلي لايكات ديركم تعليكم تزوينا اللي كتفرحني وكتحفزني كما كنقلكم دائما وهانتم اختي هادو ملح رايشات اللي تقاسمت معكم بطريقة اللي مختلفة كيجيوا محمرين مدهبيين ومقرمشين على برة بالمسبة لك الوجه ديالهم على برة كيجيوا مقرمشين ورطبين وفتين من الداخل ديالهم ورهما كيجيوا شاربين الزيت بصيفة نهائية كيجيوا مناشفين فقط حاولوا عنكم طيبهم على نار متوسطة ما تديروش نار منخافضة باش ما يشربوش معاكم الزيت يعني الطيبهم على نار متوسطة كما أذكرت معاكم صافي وكتقدموهم الصحة والرحة غادي نحل معاكم محتى باش شوفوا معايا كيفاش كيجيوا من الداخل ديالهم وإلا بقين كتشاهدوا الفيديو حسن داباك نقول لكم شكرا بزافة على حسن المتابعة ديالكم وهنا غادي نخليكم ونقول لكم السلام عليكم مع فيديو جديد وصفات جديد إن شاء الله بسلام عليكم شكرا 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 شكرا